بسم الله الرحمن الرحيم الله معلمنا ما ينفعنا وفعنا بمعلمتنا معكم كريم كنات سورايت نتكلم من النهاردة ان شاء الله عن present continuous in questions في السؤال عملنا قبل كده فيديوهين عن زمن المدارة المستمر اول فيديو كان عن تكوين الزمن وازا يعملوا فيه الجملة وتاني فيديو كان عن اضافة ال ing ومع بعض الافعال اللي بتحتاج ان اغير فيها شوية قبل ما اضفلها ال ing دول فيديوهين هسيب لك لينكم في وصف الفيديو تحت في اليوتيوب عشان لو حبيت ان انت تتابعهم قبل ما تتابع الدرس ده طب نتكلم الاول النهاردة كده عن نرجع بسرعة عن الجملة في زمن المدارة المستمر فانا انا ببتدي بحاجة من الحاجات التسعة ديت وانا دول الفاعل بتاع الجملة ما بطلحش من الحاجات التسعة ديت وبعد كده بجيب يا اما بجيب بربطو بي اللي هو اما ام اما از اما ار وخلاص عرفنا كل واحد بيجي مع مين وبعد كده بجيب الاي الفاعل وبضيف له ing وبنهي كلامي بنقطة علشان دي جملة طب في السؤال بقى ايه الفارق بقى في السؤال نفس التركيبة اللي فوق ديت بس حاكس حاجة بسيطة خالص وانا هو حبتدي بآم وإز وآر حخليهم هم اللي في الاول وهيبقى معناهم هل هيكون معناهم هل اه بالمناسبة ان هنا ملهمش معنى هنا يعني مسلا لما مقول اي ام بريدين معناها انا اكرر ما اقولش بقى انا اكون اكرر لا هنا ملهمش معنى انما لما يجوا في بداية السؤال يكون معناهم هل طب بعد ما اجيبهم في الاول حاجة هاجيب مين بقى وراهم هاجيب مين هاجيب اللي هو الفاعل اللي هو ها جامل الحاجات دي يا اي او اي 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 او هي زي اي او او يا규 او ولاحز ان انا هنا ببدأ بحرف كابتل عشان بقى هما اللي في الاول ودول خليتهم عشان هما اللي بقى التاني وطبعا اي فايا مكان واضب امير انا بيكون كابتل ما بيخلهش طيب بعد كده بجيب اي ايبك يا بعد خالص بجيب الفعل وزود له 와انه السؤال بتاعي بعلامة استفهم. هنا اه بوضحتك الفرق طبعا ما بين الجملة والسؤال ان ان انا هي ادوب بس اكست جبت في الاول وبعد كده الفعل. طب ناخد نخش على الجمل. اول جملة اول سؤال اسف. هل انت تعمل اول هل انت زاهب الان? اه مجيب ايه هنا ار جات في الاول بقى معناه هل? بعد كده الفعل او بعد كده الفعل في اي اني جي. وده اكملت السؤال بتاعتها دي خلص. طبعا اللي تابع او اللي عارف في الزمن المضارع اللي احنا ملنبه حالا قبل كده. لما اعمله في السؤال بجاوب بها يا اما بياس يا اما بنو. طب لو جاوبت بياس بعكس بقى تاني. ار يو هخلاها يو ار. بس لما اجا جاوب هخلاها ايام ليه? لان انا بقول لك هل انت زاهب? هترد تقول لي نعم انا زاهب ولا نعم انت زاهب. لا طبعا هتقول لي نعم انا زاهب. يبقى يو هخلاها اي. واي بتاخد ايام ما بتخيطش ار. لما اجا اجاوب بنو حقول نو ايام نوت. ايه اللي زات هنا? اه كلمة نوت. ليه? عشان جبتها مع نو. كل طبعا الحاجات دي هات شرحناها قبل كده في ربطو بيه. هنمر عليها بس ايه سريعا كده. طيب. برضو اس في الاول ببعناها هل? هل بول يعمل الان? لما اجا بول از. وبعد كده ممكن اشيل بول واجب هي عادة خالص. ايه عشان بول طبعا مذكر ايه مفرد. يبقى ياس هي از. طب مثال تاني عن الجامع. هل اصدقائك مقيمين فين في فندق? لو جاوبت مثلا بنو حول نو زي aren't. جاوبت مين برضو زي aren't. are they are. your friend is but your friend is are. وممكن اشيل your friend is واجب زي. يبقى زي are. طب انا جاوبت ابنو يبقى جب not. وطبعا اتفق انا برضو انو نوت ممكن اكتبها in apostrophe t. وممكن اكتبها in ot. دي الاختصار بتاعي. يبقى no they aren't. حد بقى بساني بقول لي هل اصدقائك في الفندق? ممكن اقول له no they aren't. لا. واكمل بقى اقول له مثلا مكان الهم الموكمين في. they are staying with me. او they are staying with me. الاختصار بتاع R اللي هو apostrophe R E. طيب. نيجي بقى بعد كده ان ده اللي فاده كان السؤال بهل. طب في سؤال بقى بكلمة استفهام. زي اي اي اي. زي ما where is he working today? اين هو يعمل? ليه سمأناها سؤال بكلمة استفهام لانه بيبتدي بكلمة استفهام. وكلمات الاستفهام لهو شبه اي اه. كيفا. متا. زي العربي بالظل. فاييه اللي انا اعملته هنا حتلاحس كده لو انت لو دارينه على where di motsala que niifornia. هتلاقي ببتدي is he working today? نفس السؤال da الاختلاف ان انا انا بجيب كلمة استفهام في الاول. وايبقى معناها helle. طب اكسف آسف هيبقى معناها اين هو يعمل اليوم وإز مش هيبقى لها ترجمة خلاص يبقى إز الحالة الوحيدة اللي ترجم فيها في السؤال لما تكون تجي في الاول يبقى معناها هل هي قاموا زوار لو جمف الاول يبقى معناهم هل انما غير كده في زمن مدارع المستمر مش هكون لهم ترجمة لا في الجملة ولا في السؤال بكلمة استفاق طب حد بيقول لي اين هو يعمل اليوم هقول لي هو يعمل هقول له المكان اللي بيعمل فيه يبقى حعمل جملة يبقى عكس بقى بدل إز هي هخليها هي إز مكان من جملتي working in his office بقى جملة عادية خلص في زمن مدارع المستمر لو بتكون من فاعل وبعد كده اماوز او ار بعد كده الفاعل اللي فيه اني جي وبعد كده بقيت الجملة هبناخد كمان مثال عشان نأكد عليه ماذا هم يفعلوا او ماذا يفعلوا حاجة جاوب حقول له هما وقول الحاجة اللي هما بيعملوه اه يبقى برضو ار زي هتبقى زي ار واجب الفعل اين جي يبقى زي ار playing a new video game بيلعبوا مسلا لعبة جديدة طيب يبقى القعدة بتحت بقى هنا ايه القعدة بتحت هنا ان انا ببتدي بمين اه ببتدي بكلمة استفاهم ليه question word plus بعد كده بجيب مين بقى هنا از وقال لهم اماو از او ار بعد كده زي دولهم ايه اه الفاعل بقى بتاعي اللي هو حاجة متسح حاجات اللي احنا قلنا عليهم وبعد كده اه الفعل اللي فيه ing وبنهي طبعا السؤال بتاعي بعلامة استفاهم ده كان فيديو النهاردة نرجع بسرعة كده على الحاجات اللي احنا خدناها خدنا الفارق ما بين الجملة والسؤال قلنا الفارق الوحيد ما بينهم ان انا بعمل المقصة ده ان انا بجيب الابتدي الاول وبابعناه هل وبعد كده بجيب الايه الفاعل ده الكلام ده في مين ده الكلام في السؤال بهل وخدنا امثلة عليه وازاي نجاوب قلنا هنجاوب ايما بي اس يا ايما بنو ولو جيبنا نوع هجاوب بكلمة ايه اه لازم اجيب كلمة نوت طيب بعد كده خدنا السؤال بكلمة ايه استفهام ولسه شرحنا من شوية قلنا ان انا ببتدي بكلمة استفهام بعد كده بجيب ام او از او ار بعد كده بجيب الفاعل اللي هو بتسح حاجات بعد كده بجيب الفاعل اللي فيه ing وبنهي طبعا بعلامة استفهام ديك اتناية الفيديو اسف لو طولت في الوقت وقصرت في المكهود لو حابب تسألنا عن شيء هكون سعيد لو تركت في التعليقات تحت او لو حابب انك مثلا اشرح لك قاعدة معينة انت من تشفهمها اخوة اخصص لك لها فيديو واشرحها لك في النهاية سبحانك الله ومع بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة